طيب جديد المسابقة السنة دي كل حاجة فيها مختلف مش بس زي الحكام احنا عملين نشوف الحكام كل أطقم مختلفة ومبهجة الحقيقة لكن إدارة الحكام كابتن عصام عففتاح بفكرة جديدة ورغبة جديدة بيعود لقيادة لجنة الحكام بأمل ورغبة في أنه يصلح اللحاصر لأنه كان واحد من اللي شهده على سوق الأداء السنة اللي فاتت على الأقل فيما يتعلق بتقنية الفاروة حكامه مش بس لجنة الحكام احنا بصدد ربطة للأندية لأول مرة في تاريخ المسابقة تديرها ربطة منتخبة من الأندية في تحول احترافي كبير نتمنى أنه يدعم وينجح إن شاء الله فعندك ربطة محترفة هي اللي بتدير هذا الدوري ومع هذا اعلنوا عن أنه أرعة الدوري أرعة مفتوحة أرعة مطلقة ما هيش أرعة موجهة لأن الأرعة الموجهة كان بيرعى فيها الملعب عشان يتم التنسيق شوية بين مبريات داخل القاهرة وداخل الإسكندرية في تنسيق ما بين الملاعب لأت عملت أرعة موجهة بدون أي ضوابط فكانت النتيجة حتى أنه الأهل بيبدأ مع الإسماعيل ويلعب مع الزمالك في الأسبوع الثالث رغم إن هي أرعة أرعة في توزيع الفرق وأرعة في الجدول لكن لقينا من لا يزال يلوك نفس اللي بيانا المسخى الأهل والإسماعيلي والعدالة فين نسمع الكابتن علاء وحيد لأنه هناك الحياة كلام مهم لازم أن يتعلم تم من خلال ربطة الأندية تحديد ملعب المباراة بإستاذ برج العرب يعني اتخذ النمطي العادي طوال السنوات الماضية وإحنا الأمور رجع الطبيعية معادة إن الأهل بييجي الإسماعيلية ده تساؤل اللي في الشارع الإسماعيلية وبعدين في تساؤل تاني القرعة في بداية الدوري تماما لقى الإسماعيلي نفسه حيلعب أول ثلاث مباريات برى أرضه منهم مباراة مفوت فارد من المباراة الأهل يعني القرعة ما جابتش أو كمبيوتر ما طلعش النادي الأهل ماضيين برى ملعبه في أول ثمان ماضيات ده بالعكس كمان أزيد عليها نادي فيوتشار اختار ويسلام ملعبه وبالتالي النادي الأهل هيلعب خمس مباريات في أول ثمان مباريات في ملعبه فرق كبير وأكيد هيتداب حيتبثر أيضا على النتائج كل سنة طيب يا كابتن علاء وعادة ربنا يحرمنا منها لأن غير مفهوم أنت طالع عايز توصل لإيه أنت جاي تحتاج على قرعة بتلعب الإسماعيلي ثلاث ماتشات ورابعة قرعة أنت نفسك قلت قرعة طب هنعمل إيه قرعة نمر اتنين نسألة النغمة اللي أنت عايز توحي أن الأهلي مش عارف خمس ماتشات ولا أربع ماتشات مش هيطلع بر القاهرة لأن عدد الفرق اللي بتلعب من القاهرة كبير ومع هذا ده كلام كذب حتى لو حصل طب هنعمل إيه ما هو الإسماعيلي لو في القاهرة كان حيلعب عدد كبير من الماتشات في القاهرة إيه الفرق كده الإحاء بقى اللي أنت عايز تقوله وهنا تكمن الخطورة والشيء اللي مش مفهوم إنت مصر ليه على أن الأهلي والإسماعيلي في حالة خصاب مع بعض وفي حالة نتيجة المجملات ونتيجة اللي هي كلها غير حقيقية ولكل نجوم الإسماعيلي دائما اللي عاصروا الأحداث ما بيطلعوا كذبوها إنت عايز توصل لإيه الحقيقة غير إنك إتة إذا كنت فاهم إنك بتكسب الشوية اللي متضايقين على فكرة ده مش موقف كل أهل إسماعيلية أهل إسماعيلية فيها ناس عارف الحقيقة فيه عارف الحقيقة إنما طبعا فيه شباب اللي بيسمعوا بيصدقوا اه واتربوا على زرع الإسلوب اللي هو يعني يؤدي إلى هذا الاحتقال أسف الشديد التنصيق جامد جدا بين بجموعة معينة هي اللي زرعت هذه الإشعاعات وهذه الوقيعة بين الآل وإسماعيلي وبين بعض المنتمهين زي الأستاذ علاء اللي عايزين يطلع ينطق بما يفيد الإسماعيلية ويفيد الرياضة المصرية لأن الإسماعيلي ما يبينعبش في إسماعيلية والأهل ما يبينعبش في القاهرة ما تشطل إسماعيلي وهذه مسألة روح يأخذ ناقش أصحاب الشأن فيها ما تنقشش حد تاني مسألة إن الأهل مش عايز يروح لإسماعيلي الأهل كان بروح إسماعيلي وكان بيزرع له برضو ألغام الاحتقان لكن كان بيروح وبيلعب ويرجع لأن الملعب في الآخر مؤمن ما هو أي حاجة هتحصل جوه الملعب الضيف اللي بيتعرب للمضايقة بيستفيد منها اللي واح بتقول كده إذا لم توفر الحماية للزائر بتدفع تمن فالآله مش الآن مندي ما تقولش بأن الآله وراء القصة دي أو بيستفيد من القصة دي محدش بيستفيد من القصة دي غير صناع الوقيعة ده الحقيقة لكن قبل ما هستعرض المعلومة نفسها الأستاذ علاء الزميل الأستاذ علاء وحيد أنا شايف أنه بيستخدم من قبل بعض البرامج وبعض الأشخاص لإحداث مزيد من الوقيعة بين الأهل والإسماعيل ده استخدام واضح جدا وصريح ولعله يتنبه لده لو هو بيتحدث كمتحدث رسمي للنادي الإسماعيلي فعلى النادي أنه هو يعترض أو يقول رأيه في أنه فعلا لازم أن أجل قاهرة ولازم أن الأهل يجيني الإسماعيلية لأنه أنتوا هتشوفوا مفاجأة دلوقت لكن لو بيتحدث كرأيه وكصوت إعلامي فأعتقد الرد عليه بمنتهى البساطة أنت راجل بتقول يعني إيه الكمبيوتر ما يطلعش الأهل بره القاهرة مرة واحدة في أول 8 مطشات لا يا راجل لا بجد المهم سعد لي قالك طب هو إذا كان عدد فرق القاهرة كتير لا ده مش كده بس كمان ده الأهل هيبدأ أول يوم في الدور يوم الأربع مع الإسماعيل في برج العرب يعني المبروض يكون في الإسماعيلية برج العرب ده مش حيتابع حياء القاهرة أهو الأهل أول مباراة طالعها بره زي ما هيلعب زيك زي وزيك بالزبط زي وزيك أنت بتقول معقول أن الإسماعيلي يخرج للتلت مطشات بره أيهما رايح برج العرب والأهل رايح برج العرب الأهل في الأسبوع الثاني هيلعب البنك الأهلي في مباراة الأهلي بقى عايز يلعب فين عايز الأهلي لما ملعبه ملعبش في القاهرة هيلعب في ملعب الأهلي والسلام ده ملعبه طب المباراة التالتة الزمالك والاهلي هي مباراة الزمالك في السادة القاهرة يلعبوها فين يلعبوها فين يا أستاذ علاء على فكرة ساعة يلعبوها برضو في فرج العار ساعة لكن حتى الآن بيتالي السادة القاهرة طيب المباراة الرابعة الاهلي والمقاولين في مباراة الاهلي يعني الزمالك والاهلي مباراة الزمالك مباراة المقاولين مباراة الاهلي هيلعبها في ملعبه والسلام ولا عندك اعتراض طب بعد كده سبوع الخامس هيلعب مع غاز المحلة في المحلة. ولا المحلة دي تابع شوبرة هيره اخرى. هيلعب مع المحلة في المحلة. عشان تشوف بس كز بكلمة تامن ماشات اللي ما يخرجش. ده رايح برج العرب ورايح المحلة. وبيلعب الزمالك في ملعب الزمالك. اللي هو استاذة القاهرة. ثم يعب الآله مع اسموحة مباراة الاهل. ثم الآله مع فيوتشر. مباراة فيوتشر اللي هو اختار ملعب الاهل والسلام. يعني الفيوتشر هو اللي اختار استاد السلام زي ما الانتاج الحرب السنة اللي فاتت وقف الدوري كان بيلعب على نفس الملعب عايز فيوتشر ملعبه استاد السلام والاهل ملعبه استاد السلام الاتنين يلعبه في حتة تانية مش فاهمها برضه ويختتم الاهلي التامة المرشاة اللي حدا قssen تتكلم عليهم مع بيرامنز طيب دي مباراة الاهلي يعني فيوتشر مباراة فيوتشر الاهل وبرامنز مباراة الاهلي ايه الغرابة الغرابة أنه عايز الزمالك وفيوتشر اللي هما من القاهرة إزاي يلعبوا في القاهرة يعني دي حاجة هما اللي اتنين في القاهرة كل واحد بيختار ملعب في القاهرة فلاش أشرح للناس ما تقولش الكلام اللي يبان إن فيه ظلم أو عدم عدالة وبعدين بتبتعب الكمبيوتر يعني إزاي يعني وربطة الأندية عملت القرعة في حضور كل مندوب الأندية وده اللي أنا نفسي بقى نرتقب فكرنا شوية في ربطة الأندية يا أخي عندك اعتراض الإسماعيلي ممثل في ربطة الأندية زي ما الأهل ممثل زي ما الزمالك زي ما الثمنتاشر نادي ممثلين فبالتالي لما يبقى ليك مندوب حضر القرعة وبيدير كل المسابقة لا أعتقد النغم القديم هدين نخلص منها شوية اللي كان بيسحب الكور مين نجوم الكورة ده ميده اللي سحب الأهلي يعني لو كرة سخنة كرة ساعة هنحيقول يا جماعة فيه إيه إيدي تلاسعة يعني إنما هتتهموا كمان القرعة يعني طب إحنا نعمل إيه طيب ترجمة نانسي قنقر